الغازات المنبعثة من المعامل والمنشآت النفطية والحرارية في محافظة البصرة باتت تشكل تهديداً كبيراً لحياة سكان المحافظة الدخان هذا كله مضر وكله أمراض ومكان ما يسوون حلول لشعب هذا المسكين هذا التعبان يزودون الطين بلب بهاي الأمراض محطة النجيبية الحرارية إحدى مصادر التلوث الكبير في المحافظة وصاحبة الدور الأبرز في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية الناتجة عن استنشاق الغازات السامة المنبعثة من هذه المحطات بين أهالي المناطق السكانية القريبة منها والتي تقطنها المئات من العائلات وهذه المنطقة جاء نتأثر من عدها كثير جاء نتأثر من عدها أحنا لا أريد من عدها الجانسة فأحنا لا أريد الفائدة من عدها بس أحنا نريد أن نريد شلول الضرر من عدها أحنا سيارتي أخليها هناك يمن الباب ماني مرات ما أغطيها أجي ألقاها سودة من الدخان هيا كيف إذا أحنا نستشق الهواء إهمال الجهات الحكومية المعنية بإيجاد الحلول للتلوث البيئي الحاصل في البصرة والذي ازداد مؤخرا كما عدد الإصابات الناتجة عنه يبدو جليا من خلال هذه المشاهد أن هذا الإهمال لا يسلك أيا من دروب الحل حكماتنا الجديدة هي إنجازات وأحد من إنجازات مالاته يعني بقلية الدول الغاج المصاحبات السفاد من عنده أحنا جاءنا السفاد من عنده بس الأمراض مالتنا جاءت السفاد جهات صحية من عندنا بس ولو ما عندنا جهات صحية عندنا جهات صحية مثل ما أقول هم مرتب بياناتهم بس شوف هالسهاية يعني هالسهاية كم واحد اتعرض بحالات إصابة بالسرطان هذه المعدة مجلس محافظة البصرة بدوره دعا وزارة البيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة وتقييم المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي الناتج عن محطة الناجبية التي بات وجودها في المنطقة حسب المجلس يشكل خطرا كبيرا نظرا للتوسع السكاني في محيطها الأمر الذي يستدعي استنفارا حكوميا لإيجاد حلول عاجلة تقي أهالي المنطقة سموم هذه المنشاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر